طيب إيه اللي حصل في بدر بنون الفترة اللي فاتت دي تقريبا كم الإصابة كانت شديدة شوية وبالتالي وتقريبا برضو حسب ما ذكر يعني والكتب هو هناك في المغرب إنه تقريبا رجع التمرين وبعد ما بدأت الأعراض تخف ده من أكبر من أكتر الحاجات الخطر جدا على اللعب إن أنت ترجع تلعب تاني وإنت ما دخلتش في الكمبليت ريكوفري إن أنت رجعت تماما اللي بيحصل إيه إنه بقى فيه شوية التهابات بسيطة التهابات دي تقول لها إنه ممكن جهازك المناع ما بقاش لسه تغلب على كل التهاب تماما فترجع تعمل إيه زي إن بيحصل لك إيه انتكاسة الانتكاسة دي بتؤدي إلى التهاب في الغشاء اللي حوالين عضلة القلب وبالتالي ممكن توصل للتهاب في عضلة القلب ممكن تؤدي إلى مشاكل في اللحظة دي اللعب بيقف من 3 إلى 6 شهور من 3 إلى 6 شهور أما فيش زار في دوري في أمريكا اسمه البيكتان من أكبر دوريات في أمريكا الفترة اللي فاتت من حوالي 6 شهور لو إن في بعض اللعيبة بيجي لهم إحساس غير مفسر بالنهجان شعر مقطعية سليمة بي سي آر نيجاتيف رسم قلب كويس إيكو كويس موجات صوتها قلب كويس الدنيا مش متاع عملوا تحليل اسمه هاي سين ستيفتي تروبوني ده حاجات بنعملها بنطلبها لبعض الحالات زي جلطات القلب وكانوا يقولوا اتعملهم لقوه عالي كده ايه عملوا رانين مغناطيسي لقوا إن فيه التهاب حوالين الايه القلب اللعبة دي توقفت 6 شهور كان عدادهم اعتقد 26 27 لعيك ترجمة نانسي قنقر